بمجالتنا الاجتماعي بلوك نوتس اليوم مشاهدينا رح نتعرف على آخر نشاط لجمعية من حق الحياة بـ 22 أدار نظمة ندوي من خلال افتتحت حملتها السنوية بعنوان أردق ساروتك حافظ عليها وكمان بها المناسبة تمت مسابقة حول هالموضوع لأفضل تيفي كوميرشل أو فيلم إعلاني وأفضل بوستر أو ملصق تفاصيل أكتر عن هالحدث مع جوفنا برحب بمؤسس ورئيس جمعية من حق الحياة بيرتوني خوري أهل وسهلا فيك شكرا مدام رولا شكرا مرحب كمان بالفيز بالمسابقة جورج رحمي أهل وسهلا فيك جورج شكرا مبروك جايزي بنا نحكي عن تفاصيل المسابقة ولكن قبل بدنا نتعرف ولو سريعا لأنو ستقبل لكم السابعا وتعرفنا عن جمعية من حق الحياة بعرف نشاطاتكم بتشمل موضيع كتيري خبرنا عنا بيرتوني نتواجه بالشكر لحضرتك للأم تيفي اللي كل سنة عم تسقبلنا وعم تعطينا الفرصة أنه نوصل قضيتنا ونعتبر نحن أنه الأم تيفي شريكي معنا بالدفاع عن حقوق الإنسان وكل القضايا المرتبطة بالإنسان جمعية من حق الحياة جمعية بتوعنا بالدفاع عن كرامة الإنسان وعن حقوقه وبما أنه الأرض تمس وترتبط ارتباط وصيق بحقوق الإنسان وبكرامته كان لنا هالإطلالة لهالسنة بعنوان أرضك سروتك حافظ عليها من خلالها بدنا نقول شيء لللبنانيين بدنا نقول لهم أنه أرضكم بتمثل قيمة كبيرة نابل هي فوق القيمة الحلو والمميز اللي كان بهالندوية اللي أقمنا فيها من أحد دكاترة بيقول أنه الأرض لا قيمة لها فبيطلع الحضور كيف الأرض لا قيمة لها أحد المحاضرين أحد المحاضرين عم بيقوله بمعنى أنه هي فوق القيمة يعني ما إلى سعر معين لا لأنه هي تسمو فوق السعر من هيك عم نقول لللبنانيين خاصة أنه خلينا نطرح السؤال ليش الآخرين عم يهتموا بأرضنا بهالشكل المميز وليش نحن بنفس الوقت حسين بأنه أرضنا هي عبق على ظهرنا مش عارفين كيف نتخلص مننا لما نقول لآخرين في الخريمين يعني كل غير لبناني غير لبنانيين لأنه عم ينشق عم ينباع بلبنان وهني عم يشتروا تقريبا مئات ملايين الأمتار وهيدا مش مش حكي يعني عبسة وإنما هذا حكي موسق موجود إن كان في البطرياركية المرونية من خلال لجنة الدراسات والتوصيق إن كان في الرابطة المرونية الأستاذ صلال الدويهة إن كان هلأ حديثا الإعلامية باسكال أبو نادر يلي من على جريدة النشرة الإلكترونية عم تصدر وعم تحكي عن أمور هاي كلها سوا وعم تحكي عن أنه في سمة تواطق ما على الأرض اللبنانية أنه يطالبوا بالدفاع عن الأراضي اللبنانية بكل المناطق اللبنانية في مناطق معينة وعدم بايع للأجانب نعم نعم لأنه القوانين بتقول 3% من مساحة كل قضاء بس الأسف عم بيصير فيه تلاعب على القوانين وكأنه سمت تيئيس مفتعل مقصود للشباب اللبناني اليوم مثلا باسكال بالتقرير الحديث الذي صدر عم بتقول أنه أحد رؤساء البلديات عم بيشد تيدافه عن الأرض أنه ما بده يعطي رخصة للبيع فبيتصوا فيه كبار رجال الدولة وبيقولوا له لا لازم أعطيهم الرخصة عني يعني سهلهم فهذا كأنه سمت تواطق على الأرض اللبنانية وأنا بقدر شوف أنه سياسة تيئيس الشباب منها سياسة بريئة وإنما هي سياسة مقصودة تفضل تفضل كأنه عم نقول لللبنانيين بالشباب اللبناني خاصة تركوا أردكم وروحوا ما بأتسوا أردكم هذا كان سؤال التالي برخوري لم ينموجه النداء يعني لم ينموجها لكل اللبنانيين أول شيء عم موجهها للعائلة عم نقلها للعائلة ربي أولادك على محبة الوطن وما تحطي بفكر أبنائك وهني وصغار لا شو هالوطن ما بيسوا هالوطن لا وطننا حلو كتير وأحلى من كل البلدين وشايفينه منا مصدقين عم نقول للمؤسسات التربوية عم نقول للجامعة عم نقول للمدرسة لازم نرسخ بأزهين أطفالنا صحيح والجامعة والمدرسة والنادي وكل هالمؤسسات الثقافية كمان بترسخ خيمة الأرض وكمان الدولة لأن الدولة مدعوة إلى الحفاظ على الزاكرة التاريخية نحن بلد عنده تاريخ في بلدين ما عنده تاريخ وعم تتكبش بأرضه نحن بلد عنده تاريخ وطاريخ يمتد في الزمن إلى مئات ألاف السنين لورا ولكن في ناس رح تردع ليكون أبونا وتقول نحن بدنا نستثمر بدنا نستفيد بدنا نعيش من خلال باية على الأراضي مضبوط هذه العقلية النفعية وهي ما كان يعرفها اللبناني وإنما دخلت مع الأموال التي تتضفق إلى لبنان هذه عقلية نفعية بتتعامل مع الأرض من زاوية الربح والخسارة ما فينا نتعامل هيك مع الأرض شو تضمنت تندوي؟ تضمنت عدة مداخلات من ضمنها حول فلسفة ولهوت الأرض حول الأرض كحقيقة وملكية الفرد كمان ممثل وزير البيئة لأستاذ إدمون قسطة كمان تحدث عن برعاية وزير البيئة نعم كانت برعاية وزير البيئة اللي متوجه له بشكر كتير كبير على دعمه لألنا وبين الختام مثل كل سنين تقدمنا بجوائز للأشخاص اللي فازوا مثل ما تفضلت الموضوع اللي بتختاروه كل سنة بيتم مسابقة حوله صحيح وهالمسابقة بتضم تليميز جامعة صحيح صحيح مطرح ما تمت كمان الندوي نعم الفيز موجود معنا جورج رحمي مبروك مرة جديدة مرحبا حصلت على الجايزة الأولى نعم لمسابقة أفضل تي بي كوميرشل وكمان أفضل بوستر لتنين صحيح مزبوط بدنا نشوف الأعلان وبس تناخد فكرة ومنرجعا نكمل حديثنا من ميات السنين جدودنا تعلقوا بها الأرض فتتوا الصخر زرعوا البور من خيراتها مواسم جنينة جدودنا أدسوا طرابة حميوها تتضل تيور السماء تغني ولتبقى هالأرض أميني من جيل للتاني من إلك أرضك سروتك حافظ عليها حلو كتير جورج مبسي 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 كيف جسدت هالفكرة لما انطرحت الفكرة عليك شو خطر عبيرك شو كان مصدر الإلهام لإلك نحن بصراحة رولا تفضلوا جمعية من حق الحياة اجوا عطيونا بريف بالإيزاك لديبرتمون بوزار أدفيرتايزينج وطرحوا الموضوع أنه عنوان هذه السنة بدنا نعمل حملة عن الأرض لنحفز العالم مطبيع أرضا ونشجع خاصة هالشباب وهالجيل الصاعد أنه نحافظ على أرضنا طلعت بلاشت تكون بفكرة أنه الأرض هي فعلا هي سروة يعني إذا منلاحظ اليوم الأرض شو بتعني للإنسان هي بقاءه وهي تاريخه يعني من شان هيك نحنا هي جزوره وهي أمه مظبوط من هون أنا قررت أنه أخذ هاللاين أو هالسلوغون يلي هو أرضك سروتك يعني مثل ما كل إنسان بيكون عنده سروة مادية معنوية شو ما كانت الأرض كمان هي فعلا هي سروة من هون أخذت هالثلاث عناصر الأساسية يلي شفناها بالتفي كوميرشل إن كان الكوين يلي هي بتعني للسروة وإن كانت الأرض وثالث عنصر يلي هو جسدنا الإجي عملناها هالجبل حوالناه لإجي يعني سيف مصرياتك إذا بدك بأرضك حافظ على أرضك لتظل عندك هوية لتظل عندك استمرارية لوطنك لبلدك ولعائلتك كمان ونفس الفكرة جسدت على البوستر فيك تقولي تقريبا بس كبوستر أكتر كنا متل أخذين إذا بدك كابتشر يوشي من التفي كوميرشل بس نحنا طلعنا أول شيء بالأوتدور باليونيبول ومن اليونيبول رجعت لأخذت ثلاث عناصر الأساسية اللي حكينا عنهم وفتت بالتفي كوميرشل أديكين معكو الوقت حتى تجستو هالفكرة تقريبا اشتغلنا على التفي كوميرشل حوالي شيء 17 يوم 20 يوم وهون بدي أسمح لحالي ووجه تحية لكل التيمي اللي يشتغلوا معي على التفي كوميرشل إن كان شركة ريفوليوشن فيلم بشخص خي شارب الرحمة وبدي أشكر كمان جورج نعمي على الميوزيك وجون بيير بوتروس ميكسينج وساوند ديزاين وأكيد توني ساسي على الفي او لقدرنا ننتج هذا العمل ونوصله بأحلى صورة ممكنة لكل الكونسيومر بيرخوري أدى كان فيه أفكار مبتكرة وخلاقة من بيننا اللي تقدموا؟ تقدم للمسابقة تسع طلاب بالحقيقة كان عندنا تقريبا أربع أفكار رائعة بس فيه أفكار يعني ما بتتطبق على الأرض اللبنانية بس الفكرة الأقوى كانت فكرة جورج راح ما ميز الفكرة التي طرحها؟ الجبل اللبناني، التلج اللبناني، المصرف اللبناني اللي بيعنينا يعني رموز أساسية لأنا رموز أساسية بلبنان المصرف اللي هي الأرز اللبنانية المتجزرة في هذا الجبل اللي بتشرب مية هالتلج هذا شي بيعنينا حكى اللبنانيين وبيميزنا وعلمنا هو عالم الأرز بشهادة كل الأشخاص اللي كانوا موجودين لما كنا عم نفتح المغلفات نشوف شو نتيجة هالمسابقة أجمع القرار على أن جوج رحمة بيسهل الجائزة الأولى جوج قدي كان في عندكم وعي حول هالموضوع قبل ما طرحتوا جمعية من حق الحياة بصراحة وهذا الموضوع مثل ما تسبقوا قالوا قبلنا فكان على نار كتير حامي يعني اليوم إذا منرجع للصحف ولكل الأشخاص يلي عملوا حكيوا عن هالموضوع منلاحظ أن هذا الموضوع كتير مضبوط موضوع حساس أول لأنه فيه مختلفة حوله صح ومن هون نحن كمان أنا كان كل لبنان من الجنوب للشمال لبيروت للبقاع مش مخصص فئة معينة من لبنان لتحافظ على أرضها بالعكس لكل لبنان ونحن بالنتيجة هذه أرضنا هويتنا وجبران بيقول عن لبنان عن وطن لبنان لو لم يكن لبنان وطنا اللي اخترته هو وطنا لي لأنه عن جد نحن عنا سروة بوطننا مش مقدرينا نحن ملنا عايشين إن كان بصحراء يعني عنا سروات بأرضنا بشكل خاص كتير تميني مش عم نعرف إيمتها اليوم إذا أنت عندك أرض للبيع ونعرض عليك أنه تبيع بسعر مغري بتفكر بالموضوع أو بتفكر مرتين من وراء هالحملة أكيد لا وفكر خمس مرات يمكن وعشر مرات أكتر بس اليوم كمان أرولايا اللي عم نشوف هالي عم بيبيعوا الأرض هني أصحاب النفوذ هني أصحاب الرأسمال الكبار أصحاب المقامات العالية يعني مش الزلمة الفقيرية والعائلة يعني منهم بحاجة للأموالي اللي عم نسأرولايا صحيح تفضل أبونا وين المشكلة الكبيرة بها الموضوع هيدا أنه الناس مش عم بتبيع أرضها تمشين تعلموا لادها مش متل منه عم الكليشيل عم ينزب بالسوق مش هيدا لأنه أنا بالحقيقة إذا عندي أرض إذا عندي أرض وحيدة أنا رح بعمل المستحيل حتى ورد هالأرض لأولادي لا تمشين يتذكروني اللي عم ينبيع هو مئات ألاف الأمطار وهالمئات ألاف الأمطار ما بيملكها ناس عاديين مثلنا بيملكها ناس ذو نفوذ وناس ورطوا ورطوا ناس أقطاعيين في لبنان بين أهلالين لكلمة أقطاعيين وناس ورطوا عن أهلهم مئات ألاف الأمطار وللأسف مش عم يتعطوا معها كما يجب عم بيبعوها يعني التقرير على شو خوفكم أبونا خوفنا على لبنان خوفنا على لبنان لو الآخرين بيعملونا مثل ما من عاملون يعني بس خوفنا على لبنان أنه يطير من إيدينا خوفي على أنه ابني بكرة يوعى ويقول وان بدي أقعد أنا وهذا الشيء اللي عم نشوفه اليوم مثلا الشقة 500 ألف دولار 400 ألف دولار أي شاب لبناني بيقدر يشتي شقة بـ 400 و 500 ألف دولار ما فيه للأفضل ما فيه يشتري فإذا شو عم نقول للشاب اللبناني شو علي بدون ما تشتري أنت خلي يجي واحد من بره ويشتري هالأرض هيدا وبالوقت ذاته هالأشخاص اللي عم جوا يشتري وممنوعنا حنشتري عندهم أو بأحسن الأحوال إذا عطيونا بيعطونا مساء عدد معاية من السنين وبعدين الملكية بترجع أو عم يستثمروا بمشاريع بأسعار باهزة ما فيه لبناني عم بيقدر يشتري أو يستثمر فيها هذا اللي عم نقوله شو ما طالبكم يعني شو رح تعملوا بنتاج الندوي وبنتاجة الحملة نحن بنشتغل على الفكر وإذا الفكر مقتنع بأهمية الموضوع يلي نحن بنطرحه كل سنة ما فينا نعمل شي نحن بنقوله لشاب اللبناني للصبي اللبناني للعيل اللبناني للمدرسة للجامعة للدولة اللبنانية نحن بنحط إيدينا بإيدينا بعضنا حتى نحافظ على أرضنا لأنه أرضنا مرتبط فيه وجودنا بدون أرض ما فيه وجود أرضنا مرتبط فيه هويتنا أنا لبناني لأنه على أرض لبنانية وتحت سماء لبنانية وأرضنا مرتبط فيه كرامتنا بدون الأرض أنا بلا كرامة وشوفي كل الشعوب يلي هجرت من أرضها هؤلاء ثلاثة مش موجودة عندهم للأسف فإذا حبوا أركون لبناني بينحب أكيد بينحب وبتأمل توصل لأذين صاغي هالحملة وبتصور رح تستمر لفترة فإن شاء الله تتوفقوا فيها أهلا وسهلا فيكم مبروك مرحبا جديد مشاهدينا وقفة جديدة ومتابعة حلقتنا خليكم معنا